السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب الزهرة إلى برج القوس رح ينتقل من برج العقرب إلى برج القوس يوم الخميس 17 تشرين الأول أكتوبر انتقال كوكب الزهرة رح يكون الساعة 27 دقيقة مساء من مساء يوم الخميس 17 من برج العقرب إلى برج القوس ورح يظل بحركة أمامية سريعة شوي لغاية الساعة 26 و25 دقيقة مساء من مساء يوم الاثنين بتوقيت جرينيتش 11.11 لا ينتقل بعدها إلى برج الجدي كوكب الزهرة هو كوكب العاطف كوكب الحب كوكب الانسجام والمال والجاذبية والتفهم والميول الفني هذا طبعا من ناحية إيجابية ولكن من ناحية سلبية لما بيكون منتحس بيعطينا الغيرة وبيعطينا العنادة خلال الفترة المذكورة بيطرأ تحسن على مظهر موليد برج القوس وبيشعروا بقوة العاطفة وانجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم وبيستفيد معهم موليد الأبراج النارية مثل الحمل والأسد وأيضا الهوائي اللي هم الجوزاء والميزان والدلو وكمان كل شخص لما نولد كان كوكب الزهرة في ساعة ولادته موجود في برج القوس بالنسبة للأشخاص اللي بين ولدوا بتكون الزهرة موجودة عندهم بالقوس هذولا أشخاص ما بتبرز عندهم قوة الرومانسية يعني مش رومانسيين كثير ولكن العاطفة بتيجي بشكل عفوي وتلقائي عندهم عشان نحدد سلبية وإيجابية وجوده في برج القوس لكوكب الزهرة لازم ننظر للزوايا ونحدد إيجابيته وسلبيته لأنه أنا ما بعتمد على المكان اللي بكون موجود فيه إنه هو بيته أو شرفه فقط لا غير الزوايا هي اللي بتحدد معاي سلبيته وإيجابيته إيش التوقعات لجميع الأبراج وعلى أساسها إحنا بنبني الفترة القادمة أهم الزوايا طبعا رح تكون أول زاوية هي ما قبل الانتقال يوم 17 عشرة اللي هو يوم الخميس في عندنا زاوية قبل الانتقال رح تكون بين الزهرة وبين بلوتو هي زاوية التزديس إيجابية ولكن تأثير هاي زاوية رح يكون خمس أيام بعد الانتقال فهاي زاوية بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا وبحيث أنها بتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر وبتجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الانفعال في علاقاتنا الجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم الاثنين 28 عشرة وهي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين الزهرة وبين زحل هاي زاوية تأثراتها خمس أيام قبل وخمس أيام بعد بتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وميلنا للاكتئاب ونزاعات مع محيطنا بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة دوليا بتدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والصناعات الحرفية بسبب الإهمال أو التكاسل اللي بيغلب على موظفي هاي القطاعات وبيقل عطاهم بعض المؤسسات المالية أو البنوك بتعرف اضطرابات في المداخيل بسبب سوء التدبير والتبذير وبيعاني المجال الفني من الكساد وقلة المبيعات وبتقل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ وبزيد الالتزام الناس أكثر وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم الأحد ثلاث احد عشر وهي زاوية التقابل هي ممتزجة ما بين الزهرة وبين المشتري زاوية خليط ما بين السعادة وما بين النحوسة ولكن النحوس بتغلب عليها بتخلق لدينا رغبات غريبة بتسببنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا بتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل وهذا شيء ممكن يسبب لا اضطرابات صحية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك بتدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في بلد ما بسبب البذغ في المصاريف أو التبذير أو سوء التدبير وممكن يعرف الميزان التجاري في بعض الدول العجز التجاري وخصوصا التجارة الخارجية بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات على المستوى الفني أيضا بيتم تضيع الكثير من الأموال في الدعاية لمنتوجات ومع ذلك ما راح تلاقي الاستحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية راح تكون يوم السبت تسعة أحداش وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين نبتون أيضا تأثراتها خمس أيام قبل وخمس أيام بعد بتسبب نوع من أنواع الإرباك وخيبات الأمل في حياتنا العاطفية بتشجعنا على الاستهلاك المفرط للمهدئات أو الكحوليات أو المخدرات أو المنشطات وبتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا طبعا هاي زاوية زاوية خطيرة جدا لأنه بخلال هاي الفترة بتزيد خلالها التحرش الجنسي وخصوصا اغتصاب الأطفال وبالدل على تراجع مداخيل الأسطول البحري والصيد البحري والصناعات الصيدلية وكذلك صناعات النسيج والتجميل بسبب تخاذل وتكاسل العاملين بهاي القطاعات والأعمال الفنية اللي بتطرح للأسواق في هاي الفترة ما رح تلاقي النجاح المطلوب بل ممكن أنها تكون نتائجها بشكل عكسي جدا عكس المتوقع بسبب غياب الحس الفني فيها أو بلاقي بعض الفنانين خيبات أمال كبيرة طبعا زي ما لاحظنا أنه الزوايا أغلبها أو كلها تقريبا سلبية فإذا وجود الزهرة أغلب الوقت رح يكون منتحس أثناء وجوده في برج القوس فعشان هيك رح ينعكس هذا سلبا على توقعاتنا لجميع الأبراج فابدنا نشوف إيش الإيجابية ونحذر من السلبية أيضا اللي بتتعلق بالتوقعات لازم يابل ما نسمع التوقعات أحكي نفس العبارة بدك تسمع برجك بدك تسمع طالعك وتقيس البرج هو العالم الخارجي كيف بيتعامل معك وكيف بيتحكم بأعصابك أو ردات فعلك أو بيضغط عليك والطالع هو أنت كيف بتتعامل مع هذا المحيط فبدك تسمع برجك وبدك تسمع طالعك برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا وجود الزهرة في بيت قوي جدا بالنسبة لك اللي هو البيت التاسع فهنا بتستفيدوا في مجال الدراسات الأكاديمية والمواضيع القضائية والسفر البعيد والهجرة وعمليات الاستراد والتصدير ومرضو بتزيد الأحلام بالسفر البعيد أو سفر لبلد آخر لبعض موليد برج الحمل طبعا إما للدراسة أو هجرة أو حتى علاقة عاطفية ما بينك وبين شخص غريب عنك أو أجنبي مثلا أو ارتباط بشخص من خارج البلاد كلها هاي من ناحية إيجابية ولكن السلبية في هذا الموضوع اللي هي عملية التسرع باتخاذ القرار عملية إنك ما تنتبه لأوراقك أمتعتك وما تدرس الشخص اللي أنت بتتعامل معه بشكل جيد إذن من سلبية الزهرة إنه هو رح يخليك مندفع شوي بدون ما تستخدم العقل في حل كل المشاكل اللي بتعاني منها وخصوصا فيما ذكرنا عاطفيا هو شهر حميمي دافئ تشعر بقوة العاطفة اتجاه شريك العاطفة ولكن بدك تكون حذر من فرض الرأي والتحكم فيه برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا الزهرة دخولها للبيت الثامن يعني الأموال المشتركة الأموال اللي معك شريك فيها اللي بتكون تاركة ميرات تعويضات أو شراكة معينة أو قروض مثلا أو أمور تتعلق بالبنوك أشياء من هذا القبيل دخول الزهرة لهذا البيت أيضا بيحفز أمور لها علاقات بالعقارات أو الإرث أو الأموال المشتركة هذا يعني من ناحية إيجابية بيدعم هاي المواقف ولكن ممكن تظهر علاقة عاطفية قديمة تظهر على الساحة أو موضوع قديم يظهر على الساحة شوي يسبب لك نوع من أنواع الإرباك فعشان هينك بدك تكون عقلاني في حل هاي المسائل هذا واحد اثنين المسائل تعلق بالأمور المالية ما بنصح موليد برج الثور لأخذ قروض في هاي الفترة أو إنه تستخدم أموال الغير لحل بعض مشاكلك كدين أو قرض أو استقراض أو أشياء من هذا القبيل أيضا القضايا المالية بدك تدرسها بشكل جيد بأوراقها ومعاملاتها لأنه ممكن يكون ما في نجاح لإلها ولكن على مستوى القروض بدك تدرس أنه أنت عندك قدرة للسداد وما بنصح بهاي الفترة لأنه برضو بكون في نوع من أنواع التسرع في حل بعض المسائل المالية المشتركة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هنا وجود الزهرة مقابلك تماما يعني بيت السابع بالنسبة لأيلك فهنا أنت بتعزز شراكتك العاطفية ممكن يكون فيه خطبة زفاف مصالحة العودة للحبيب ولكن فيه بعض المعارضات والمعاكسات اللي ممكن تظهر كفرض الرأي غيرة عنادة تحكم أشياء من هذا القبيل لديك تحذر منها لأنها إذا تصرفت فيها معناته ممكن علاقة مع الجوزة تنتهي بدون رجعة وخصوصا ما بين شركاء العاطفة اللي هم الأزواج أو الزوجات أو شركاء المال فبدك تكون حذر من فرض الرأي والسلطة والعنادة والعصابية لأنه فيه نوع من أنواع الحدية وهذا الشيء بيتعزز أكثر فأكثر مع سلبية الزوايا اللي ذكرناه في البداية اللي بتضغط على هاي النقطة تحديدا ممكن يكون فيه نوع من أنواع الإر بالتباط لها بعض موليد برج الجوزة خطبة أو زفاف أو حتى معرفة حبيبه تتطور العلاقة ولكن برضو بدك تدرسها بشكل عقلاني برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا الشهر يعتبر بالنسبة لعلاق بيتعلق بأمرين الأمر الأول هو إله علاقة بالعمل وإله علاقة أيضا بالصحة فإذا أول علاقة بدنا نأخذها اللي هي العمل ممكن بعضك يبدأ عمل جديد أو يعزز علاقتهم مع زملاءه بالعمل أو يتمم أو ينجز بعض الأعمال برضو فرصة لبعض موليد برج السرطان هم يحصلوا على عمل جديد على مستوى الصحة طبعا هنا الوضع الصحي بيكون أحسن ولكن شهيتهم بتكون أكبر فهنا بصير عندهم رغبة كبيرة لتناول الكثير من الطعام أو نوعيات من الطعام بدون برنامج غذائي فهذا الشيء بيوصلهم للبدانة فاللي بيخافوا على وزنهم بدهم ينتبهوا من هاي النقطة طيب نرجع الآن للسلبية على مستوى إذا عرض عليك عمل وانت بعمل طبعا انت مثلا في مكان بتعمل فيه وعرض عليك عمل لا تتسرع بالانتقال للعمل جديد بدون ما تتأكد من العقد من العمل من مستواك العملي من المزايا اللي رح تحصل عليها لأنه ممكن أنت توقع ضحية التشويش اللي رح يصير عليك من بعض النحوس اللي رح تكون في الزهرة فتورط بمسائل انت بغنى عنها أو تندم على تركك لعملك الأساسي واثنين لا تدخل بشك وغيرة أو شك وتحليل بعض المسائل اللي تتعلق بزملائك بالعمل وهذا الشيء ممكن يسبب مشاكل بينك وبين أحد الزملاء على المستوى الصحي بدك تدير بالك من الوسواس من المرض أو بعض الأمراض أو من بعض الآثار فتير بالك برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد بتجتازه فترة جيدة بما أنه رح يكون في البيت الخامس فهو داعم لإلكم على المستوى حضوض عاطفية ومالية وأيضا بيستفيدوا بعض النسوة للدخول بالحمل وجود الزهرة هو كوكب حظ في مكان قوي جدا بالنسبة لإلك بيشجعك على الترفيه على التجميل على الاهتمام بالذات على الحب على العلاقات تعزيز علاقتك بأبنائك على فرحة معينة على مستوى البيت ممكن طفل أو فرحة أو خطبة أو زواج في داخل الأسرة الضيقة لإلك ولكن بدك تحذر أول شيء من طريق التعاملك مع أبنائك أو خد لان أحد الأبناء لإلك أو مشكلة ما بينك وبين أحد الأبناء أو فرض الرأي على أحد الأحبة أو غضب من أحد الأحبة بسبب الغيرة أو الشك أو حتى إنك تنجرح بسبب شيء تافه فهذا شيء يكبر ويوصل لانقطاع العلاقة أو حتى الحدية بالتعامل بالنسبة لعمليات التجميل يعني بدك تكون دقيق بالنسبة للأوقات اللي بدك تعمل فيها التزم باللي موجود بصندوق الوصف اللي هي التواريخ اللي أنا بذكرها لأفضل الأوقات للتجميل على مستوى أمور الحمل اللي بكون عندهم حمل جديد بدهم ينتبهوا ويراعوا هاي المسائل ما يندفعوا وما يعني يخطؤوا بعملية الاحتياطات الجانبية استفيد من الطاقة العالية الموجودة لأنه فيها أشياء إيجابية ولكن بدك تحذر من المسائل العاطفية وانقطاع العلاقات مع الأحبة برج العذرة بالنسبة لما وليد برج العذرة طبعا وجود الزهرة في البيت الرابع لايلك وهنا بيعزز المسائل اللي إلها علاقة بالبيت أو الشأن الداخلي أو العقارات أو السكن وبيعزز الروابط العائلية على الرغم من الطبيعة الصارمة اللي موجودة عندك اللي بترفض أي خطأ وبتكبر أي مسألة فانت حاسة الزهرة رح تضاعف الأمور هاي بشكل أكبر فعشان هيك ممكن أنت تتسرع في مسألة عقارية تورط فيها وما تقدرش تحلها في المستقبل وأيضا مشاكل عائلية ممكن تتطور لحد كبير ضبط العصاب مطلوب جدا أثناء التعامل مع أفراد العائلة ممكن يكون في قلق على أحد أفراد العائلة أو أعطال منزلية أو مشاكل داخلية أو مصريف زيادة عليك تتعلق بالشأن الداخلي ولكن برضو بيكون في نوع من أنواع الأفراح ومناسبات وأشياء لها علاقة بالشأن الداخلي يعني بتكون مبهجة ولكن في بعض الأمور بسلبية الزهرة ممكن تعمل بعض المشاكل المفاجئة لك على المستوى العائلي أو تسبب لك نوع من أنواع الإرباك ضبط الأعصاب في حل هاي المسائل أو العقلانية في حل هاي المسائل هو المطلوب أكثر على أساس أنك أنت ما تكون الخاسر أو أنت تكون ملهم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا وجود الزهرة في البيت الثالث لا إلك هنا أول شغلة هو بيت لا الاتصالات لا التنقلات السفريات القصيرة أيضا الدراسة امتحانات على المستوى اللي هو الابتدائي والثانوي أو البكالوريا أو الأشياء اللي زي هيك فهي تعطي حافز كبير للطلاب بشكل عالي جدا للدراسة وسرعة البديهة والقدرة على الإقناع وأيضا لللي بيشتغلوا في مجال التسويق قدرتهم على التواصل مع الناس وإقناعهم وأيضا البيع والمشترة وبكونوا محبوبين ومرغوبين كثير في الفترة القادمة يعني التواصل والتعارف ممتاز جدا على مستوى الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجالات الكتابة أو المجالات الفنية أيضا بيبدو بالفترة هاي هاي من ناحية إيجابية من ناحية سلبية حاول إنك ما تكون لاذع بالانتقادات حاول ما تمتص كلام الغير السلبي ويأثر على حياتك ما تخلي في ردات فعل سلبية بدون ما تكون متأكد من المعطيات بشكل كامل أيضا على مستوى الطلاب ممكن أي شيء يلهيهم أو يتسرعوا بالإجابات وما لازم يعتمدوا على الحضوض نهائيا بده يعتمد على مجهوده بشكل أكبر ممكن يكون في بعض الخلافات ما بينك وبين أحد الإخوة أو الأخوات أو أحد الجيران بدك تكون حكيم في حل هاي المسائل على مستوى الأجهزة الإلكترونية والسيارات لأنه بالفترة هاي بيصير فيه رغب الاقتناء هاي الأشياء ما تتسرع كثير كن عقلاني وادرس الأشياء اللي بدك هي بتلزمك أو ما بتلزمك أو بتستاهل أو ما بتستاهل اللي بيشتغلوا بالمجال التجاري بدهم يحضروا من النصابين والمحتالين برج العقرب بالنسبة للموليد برج العقرب طبعاً هنا وجود الزهرة راح يكون في بيت الثاني لإلك وهو بيت للمكاسب المالية فإذا تتاح فرصة لمكسب مالي وهذا المكسب عادة بيجي إما من عمل إضافي أو مستردات هباد دعم هدايا يعني فيه نوع من أنواع البحث عن وسائل لها تحسين الوضع المالي بتتحسن الأوضاع فيه فرص ولكن فيه زوايا للزهرة إلها علاقة بالخسارات المالية بدك تحذر من المغامرات المالية البذخ المصاريف للزيادة عدم عمل خطة لصرف الفلوس بالفترة القادمة على أساس أنه ما تركن أنه والله جاي وتصرف اللي معك وبعدين ما يجيك أو أنك تستهلك أموالك بطريقة خاطئة بدك تكون متقنن جدا أو تقنن مصاريفك بشكل كبير في الفترة القادمة عشان تحتاط من الخسارات أيضا بدك تحذر من النصابين والمحتالين اللي ممكن يورطوك بأشياء أنت بغنى عنها الأشخاص اللي بيشتغلوا على مستوى البورصة أو الأمور المصرفية مثلا أو المغامرات المالية بدهم يحذروا لأنه ما في رهان على هاي المسائل في الفترة القادمة لأنه فيه رح يكون زي ما ذكرنا بالزوايا بعض الانتكاسات على المستوى المالي أو مستوى البورصة أو على مستوى البنوك والأسهم وتضارب سريع جدا وهذا الشيء بيعمل مخاطرة لهاي الأمور وأيضا النصابين والمحتالين فحاول أنك لا تدين حد فلوس بالفترة القادمة وأهم شيء أنك تقنن المصاري في قدر الإمكان يعني بدك تعمل تقشف عالي جدا برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا وجود الزهرة عندك فأنت وأكثر المستفيدين عاطفيا ماليا فنيا ودخول الزهرة لبرجك بيعني أنك مقبل على شهر عالي جدا بالاهتمام بالنفس بالحب بالحميمية بالتعارف ببداية علاقة حب مثلا أو تطور علاقة حب أي مظهرك بيكون جذاب بتكون مرغوب جدا أو فيه كثير من الأشخاص بيحاولوا التقرب منك أو التودد لإلك بتعزز علاقاتك بشريك العاطفة وهي من ناحية إيجابية وبرضو تعطيك فرص إيجابية عالية جدا لأغلى موليد برج القوس ولكن سلبية الزوايا اللي رح تتشكل ممكن تخلي بعض موليد برج القوس مندفعين أو متهورين وخصوصا وجود الشمس اللي موجودة في بيت متاعبك وأنا بتضغط عليك بتخليك مش عقلاني باتخاذ بعض القرارات فبدك تدرس علاقاتك العاطفية بشكل جيد حاول ما تفرض رأيك ما تكون عنيد إلجم الغيري بشكل كامل على أساس أنه ما تخرب علاقة زوجية أو تنتهي علاقة زوجية بشكل مفاجئ أو نهائي حتى وبرضو بدك تنتبه من المغامرات ما في داعي للمغامرات أو المجازفات في هاي الفترة كون واضح كون عقلاني خلي الأمور تمشي بشكل واضح لا تمشي على شيء مش واضح وعلى بينه ما تخذك المشاعر والأحاسيس بتوجيهك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا بتدل على وجود الزهرة في بيت متاعبك وهو مش بيت متاعب بمعنى الكامل لأنه هو بيت المؤسسات الكبيرة بالنسبة للزهرة هيك احنا منسميه فهو بفتح مجال لبعض موليد برج الجدي للعمل أو التعامل مع مؤسسات كبيرة مثل مستشفيات مطاعم شركات كبيرة سجون أي مؤسسات كبيرة هي يعني تعتبر هي المفتاح في خلال الفترة القادمة بعضكم ممكن أو بعض موليد برج الجدي ممكن يبدأوا علاقة غرامية خفية ولكن بدهم يحذروا بسبب الزوايا الموجودة إنه هاي العلاقة ممكن تنكشف أو ما تكون العلاقة اللي بتستاهل إنك تغامر فيها لأنه الزهرة رح تشكل زوايا سلبية فإذن ممكن كشف هاي العلاقة بشكل مفاجئ جدا وهي تسبب لك نوع من أنواع الإرباك في حياتك وأيضا ممكن إنها تكون علاقة استغلال مش علاقة حاطفية وتكون أنت الخسران فهاي أهم مسألة المسألة الثانية نرجع للمؤسسات الكبيرة اللي بدي يشتغل فيها هاي المؤسسات أو بدي يعمل فيها بده يركز بشكل جيد يتفقد أوراقه معاملاته يحاول إنه ما يجازف وما يخالف القوانين في معاملاته وأوراقه أو يخد بالمحاية ليقنع بأوراق مش سليمة أو أشياء لأنه برضو ما رح تكون لصالحه حاولوا قدر الإمكان إنه ما تتخذوا قرارات حاسمة بالفترة القادمة مصيرية لأنه برضو هذا الشيء ممكن يسبب لك بعض المشاكل وما تفرض سيطرتك أو فرض الرأي بالقوة على الأحبة لأنه برضو هذا ممكن يسبب لك مشاكل برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا وجود الزهرة في بيت اللي له علاقة بالعلاقات الاجتماعية بالأصدقاء فإذا هذا شهر قوي جدا على مستوى علاقاتك ومعارفك أو تتعرف على أصدقاء جدد أو معارف جدد بتنشطه اجتماعيا بيتوجهلك كثير من الدعوات أو اللقاءات أو ممكن تلتقي بصديق قديم أو معرفة قديمة بعضكم ممكن ينضم لنادي أو جمعية علاقاتك الاجتماعية بتكون قوية جدا ممكن تستفيد من بعض العلاقات في حل بعض المسائل لإلك ولكن هنا من نيجي هاي من ناحية إيجابية عشان أعطيك التنبيهات للأشياء السلبية اللي ممكن تكون في هذا البيت حاول حاول أنك ما تفق بأي شخص بيطرح عليك موضوع الصداقة حاول تدرسه بشكل جيد ممكن يكون شخص بكيد لك أو شخص بده يستغلك وأيضا ما تركن كثير على أشخاص هم مش أهل ثقة على أساس أنهم ما يخذلوك فهذا الشيء رح يأثر عليك بشكل سلبي وبرضو ما تفرض سلطتك على أصدقائك ومعارفك ممكن بعد موليد برج الدلو ينهو علاقة صداقة بشكل مفاجئ أو يكتشف خدلان أحد الأصدقاء لعلهم أو خيانة أحد المعارف لعلهم حاول تكون عقلاني في دراسة الموضوع وحل الموضوع ولا تسمح لأطراف بينها تدخل بابينك وبين هاي الأشخاص ولكن الثقة نقطة ضعفك في الفترة القادمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتتركز استفادتهم طبعا هنا على بيت السمعة يعني وجود الزهرة في بيت سمعتهم بعطيهم أشياء مميزة ولكن في نفس اللحظة بدهم يحذروا حذر كبير الأشياء المميزة هنا الاستفادة في تدعيم مركزهم الاجتماعي الدفع بمصالحهم في مجال العمل تعزيز علاقاتهم مع المسؤولين بشكل كبير بعض موليد برج الحوت ممكن يحصلوا على ترقية منصفة جديدة ترفيعات أو حتى حوافز بشكل عالي جدا أفكارك برضو بتظهر للعلم بشكل واضح تماما بتكثر عندك اللقاءات بشكل كبير كثير من موليد برج الحوت اللي بيشتغلوا في المجال الفني ممكن يوصلوا للشهرة بشكل عالي ولكن الحذر اللي بده يكون موجود هون إنه رح تزيد عليك المسؤولية اللي رح تكون ملقاة عليك ممكن تحس بالتعب أو الإرهاق أو حتى إنه تحس إنك أنت مش مكرم بشكل كافي وتتسرع باتخاذ قرارات أيضا هنا حاول إنك ما تغامر وما تجازف عشان ما تشوه سمعتك لأنه سمعتك على المحكة نحن حكينا الزهرة موجودة في بيت السمعة وهي بتفتح لك أبواب ولكن ما تتوهم من حي الأبواب وتندفع باتجاه تشوه سمعتك فيه أو تورط في مشكلة أنت بغنى عنها حاول تدافع عن سمعتك وتخلي سمعتك نقية تماما عشان تقدر تدافع عن حالك وتثبت براتك الفترة هاي مناسبة للأمور اللي تتعلق بمسائل تتعلق بالجراحة أو التجميل أو البرامج الغذائي المدروسة ولكن أيضا بدك تنتبه من عمليات التجميل اللي إلها علاقة بالتكميم أو المعدة وتختار الأوقات المناسبة زي اللي أنا بكتب لك إياها بصندوق الوصف لأعمل هاي العمليات ممكن تعيش حالي من الهدوء العاطفي نوعا ما اللي ممكن يزداد كل ما حاولت تفاهم الطرف الآخر أكثر فأكثر هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة